موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها بأهم عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانة الشرق الأوسط مقتلوا 19 من داعش في ضربات للتحالف عند البوكمال بيانات عن 26 معتقلا كانوا محتجزين خطأا ضمن التفاصيل الخاصة لبرنامج تعظيم وكيل الأزهر تكفير داعش من عدمه لا يمنع استخدام القوى لردعه وتخليص المجتمعات من شروره وفي العربي الجديد حماس انتفاضتان وثلاث حروب فلسطين في أوروبا زمن الاعتراف لن يتوقف شائعات تهز تركية الحكومة تسعى لانقضاضي على أنصار قولين اليمن الحوثيون يتوغلون في أرحب وفي القدس العربي فقد جاء لهذا اليوم أرصفة دمشق تتحول أسواقا شعبية رخيصة ومرتعا لعناصر مخابرات النظام رفض التسليح للعشائر في المناطق الساخنة يعود لمخاوف شيعية وكردية وغايات أمريكية انتقادات واسعة وخيبة أمل تجاه القانون الانتخابي الجديد في مصر تظاهرات تعم الأراضي الفلسطينية احتجاجا على استشهاد أبو عين وانتشار كبير لشرطة الاحتلال في القدس أما في الحياة الغرب يطالب بمراقبين لوقف القتال في حلب أمين لجميل يطالب بعودة اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل تنديد فلسطيني بتفجير عبوة استهدفت المعهد الثقافي الفرنسي في قزة وفي موقع سيريا نيوز فقد جاء لهذا اليوم ديمستورا خطة التجميد تعني وقف العمليات العسكرية وليس إعادة نشرها وي تصعيد سيقابل بإجراءات رادعة الكونغرس يقر خطة تسمح للبنتاجون بتدريب المعارضة السورية كجزء من الحملة ضد داعش ضحايا بقصف على جاسم بريف درع وقصف على جوبر بدمشق وزبدين ودير العصافير بريفها صحيفة الوطن السورية الموالية للنظام عنونت لهذا اليوم مسلحو حلب رفضوا الاستجابة لمبادرة وخطة ديمستورا لتجميد القتال مساعد المبعوث الدولي يبدأ محادثاته بدمشق لافروف وكيري يبحثان الأزمة السورية اليوم وفي الصحيفة ينشفق التركية سياسيون يستقبلون أغلو بلافتة مكتوبة باللغة العثمانية أمين لجميل يزور جنوب البلاد لأول مرة منذ عام 1983 الجيش المصري يعلن مقتل ستة عشر إرهابيا خلال اليومين الماضيين العراق مئة قتيل من داعش خلال أربعة وعشرين الساعة وقيادي كردي يقول إن المقاتلين الأيزيديين تصدوا لهجوم للتنظيم على جبل سنجار شمال البلاد أما وكالة أنباء الأناضول التركية فقد عنونت لهذا اليوم وزير خارجية تركيا إذا كانت العزلة الدولية لمواقفنا الثابتة فمرحلها أردوغان مدافعا عن اللغة العثمانية اللغة ذاكرة وحضرة وبدونها تفن الأمم برلمان بروكسل يطالب بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين وكالة أنباء الأناضول نشرت لمراسلها في حلب خالد سليمان تقريرا بعنوان أرامل سوريات يعملن بائعات متجولات في شوارع حلب من أجل تأمين لقمة العيش لأطفالهن اليتامة جاء فيها تحولت ألف النسوى اللوات فقدنا أزواجهن جراء عمليات النظام السوري إلى بائعات متجولات في شوارع حلب من أجل توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش لأسرهن وكانت العمليات الجوية والبرية للنظام السوري استهدفت بالطائرات الحربية والصواريخ والقنابل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب إذ أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين من الأطفال والرجال والنساء مخلفة وراءها آلاف النسوة والأرامل وتعتبر أم محمد ذات الأطفال السبع ستة منهم إناث إحدى النساء الأرامل اللواتي اضطررن للعمل كبائعة متجولة تبيعوا الشوكولاتة من أجل توفير لقمة العيش لسد رمق أطفالها اليتامة وأشارت أم محمد إن النساء والأطفال هم الأكثر تضرورا جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات وسردت أم محمد معاناتها قائلة سبق أن طلبت مساعدات من جمعيات خيرية عديدة غير أنني لم أحصل على شيء لذلك أضطررت لبيع الشوكولاتة في الشوارع كي أعيل أولادي السبعة بحسب قولها مبينة أن الحياة في حلب مع قدوم فصل الشتات باتت أكثر صعوبة ولفتت أم محمد إلى أن العائلات الغنية غادرت إلى بلدان مجاورة في حين أن العائلات الفقيرة لم تجد خيارا سوى البقاء في بيوتهم أو في مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة كما قالت إنها فقدت زوجها قبل إحدى عشر شهرا جراء برميل متفجر ألقته طائرات النظام على منزلها مبينة أن لا أحد يعينها في توفير احتياجات أطفالها الأمر الذي أجبرها على البيع في شوارع المدينة من أجل البقاء على قيد الحياة صحيفة تيليغراف نشرت تقريرا تتحدث عن استمرار طرق التعذيب نفسها في سجون سوريا على رغم من تغير القائمين عليها وتعتمد السجون الموجودة في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية نفس أساليب التعذيب التي كانت متبعة فيها عندما كانت تحت إدارة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بحسب ما نقلته الصحيفة عن سجناء اختبروا التعذيب في كلا الحالتين وتقول الصحيفة إن أسلوب التعذيب المفضل للنظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية هو ما يعرف باسم الشبح حيث تصفد اليدان خلف الظهر ويعلق الشخص من القيود للضغط على مفاصل الكتف ونقلت تليغراف عن حازم الحسين الذي عذب في سجون تنظيم الدولة يجب أن تتحلى بالصبر إذ لو غضبت ستقطع رأسك وهذا ما يريدونه وإفقا لتقرير الصحيفة فإنه في بداية الاحتجاجات في مدينة رقا قامت الحكومة السورية بقمعها والقبض على الكثير من الناشطين فيها وأضافت تقرير أن جيمي شاهنيان وهو أرمني مسيحي عذب باستخدام طريقة الشبح كل أربعة أيام على مدار أربعة أشهر حتى خلع ذراعه من مفصليهما وبعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الرقع تقيل الحسين من أحد الشوارع بدعوة أنه كافر ورافض للشريعة على رغم من أنه سني حسب الصحيفة وأوضح التقرير أن الحسين عذب أيضا بطريقة الشبح كل أربعة أيام لمدة تصل إلى ثمانية وأربعين ساعة في كل مرة وتقول تيليغراف أن المعاناة مستمرة على حالها إذ أن عدوى الوحشية منتشر في سوريا صحيفة ستار التركية نشرت مقالا لطاها أزهان بعنوان ما دور داعش في القضية السورية جاء فيه لم يستطع الإعلام التركي الخروج من الحلقة المفرغة التي يدور فيها مع الإعلام الغربي عند الحديث عن قضية تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الوقت الذي يقوم الإعلام الغربي بشن حملة كبيرة ضد تركيا التي لم تشارك بصورة فعلية في التحالف الدولي الذي جمع بين أطراف كانت تريد إنهاء حكم بشار وأطراف أخرى تريد بقاءه يخرجون علينا في كل شهر بخطة جديدة من أجل محاربة داعش لكنهم بصورة فعلية لا يستطعون اتخاذ أي خطوة حقيقية على الأرض وهم بكل تأكيد ليسوا بعمي لكي لا يرون أن المسألة تحولت إلى غرغرين من الممكن أن تمتد لكل المنطقة استطاع تنظيم الدولة الإسلامية تحويل الأراضي التي يسيطر عليها تكوين دولة وخلافة إسلامية كان يسعى إليها منذ البداية وعندما لم توالي المعارضة السورية هذا التنظيم قام بمحاربتهم وانضمت العديد من العناصر من المعارضة السورية لتنظيم داعش ما يجري اليوم هو محاولة إخراج نظام الأسد من حلبة النزاعات ومحاولة زرع معادلة مفادها أن نظام الأسد لا يشكل جزءا من الأزمة القائمة حاليا محاولين التركيز أكثر على داعش واعتبارها هي سبب الكوارث والمآسي الإنسانية الحاصلة في المنطقة ومع ذلك منذ سنة لم يتخذوا خطوة حقيقية لمجابهة داعش كما أنهم يحاولون تغيير نظرة الشعوب إلى تركيا من خلال حملة إعلامية مكثفة تستهدفها وتدعي فيها بأن تركيا قدمت وما تزال الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية ومن خلال ذلك نستنتج أن الشرط الأول والأساسي لمحاربة داعش والمشاركة في ذلك أن يكون هناك نوع من الجدية في هذا الملف لأن المستفيد الأول مما تقوم به داعش في منطقة هم أولئك الذين يدعون أنهم يحاربونها ولا شك أن نظام الأسد أصبح اليوم بعيدا عن الأنظار وهذا سيؤدي إلى إضعاف المعارضة السورية وفي المحاصلة بقاء النظام البعثي قائما موقع المدن الكتروني نشر مقالا لأحمد عمر بعنوان ممارسة العادة السورية جاء فيه إذا نفذت دولة التنظيم عيدها فإن نصف السوريين سيمشون في الشارع بنصف شارب بعضهم سيعلق في أذنه بعرا وعضهم سيلبسوا زي نساء بسبب النظور دولة التنظيم اسم مقتبس مقلوبا من تنظيم الدولة بعد تصويبه سياسيا هي الحاكمة في سوريا وهي تمارس العادة السورية مع العدو الغاشم أحسن ميشيل كيلو عندما كشف أن النظام لا يزال يتصرف كتنظيم سري بعد عقده مؤتمر البعث الأخير في دمشق السلطة حكما وإدارة وقضاء ومخابرات ومعاهدات كانت كلها من مناسك ممارسة العادة السورية داخليا وهي الموروثة من أيام آلاموت والصباح والحشاشين لكن أشهر عادات العصبة الحاكمة السرية عند وقوع العدوان الإسرائيلي الغاشم هو الفزع إلى ضباب التعابير والاستلاحات الغامضة والتهديد بالرد في الزمان والمكان المناسبين مع أنها تزيد إسرائيل سكاناً خمس مرات وليس بها حاجة إلى السلاح الكيموي الذي ضحت به على اعتبار أن السلاح الكيموي محرم دولياً وشرعياً وخطر على شعبها وأن في سلاح البراميل الكثيرة والصواريخ غنى وذخيرة وكفاية كما أن سوريا العشوائيات لا تحتمل وخزاة إسرائيلية لها شاشة بنيتها الصناعية والوطنية سبعة اعتداءات إسرائيلية موزعة على سنوات طوال انتهت كلها برفع تهان بأسمى آيات التهديد والاستنكار الذي كان يجعل إسرائيل شعباً وحكوماً لا ينمون الليلة خوفاً والغريب أن الاعتداء دائماً خائب في الإعلام الرسمي عندما يصبح إضاحة واضح من القبائح لابد من اللجوء إلى السخرية ولهذا اكتظت صفحات الفيسبوك بزفارات السوريين الساخرة زفرة أولى واخ عيني العدو الإسرائيلي يعتدي على العدو السوري وثانية رد العدو السوري على العدو الإسرائيلي بضرب حما ودرع وأرشليم الزهر والرقة والجواب ما تراه لا تسمعه يا أنت اليهود ثالثة سامحتك سامحتك كثير رابعة ضرب الحبيب الزبيب خامسة جبناء ردوا مرة واحدة ولو بمدفع رمضان سادسة وفي الحروب نعامة عفواً زرافة سابعة نيران صديقة النتائج هي أن سوريا الأسد تحولت من دولة خارجية في مرحلة الأمن والاستقرار إلى دولة داخلية في مرحلة الثورة إسرائيل بلا حدود جغرافية أما سوريا فبلا حدود دستورية العدو السورية لا تقضي وطرا ولا تنجب مولودا لا أظن سوريا ناسب مكانه وزمانه يوما في نصف القرن الماضي النتيجة عقم والسوريون يرشحون جنرال القدود الحلبية صباح فخري لمنصب وزير الدفاع وإذ لطالما غنى للحبيب القاسية ردي علي ردي لنتخيل قنبلة كلور وليس سارين تسقط على سكان الجولان الحبيب الآمنين الذين يمارسون هواية التزلج على الثلوج في هذا الوقت الحرج من التاريخ وأخ عينه جري تدو حبر نشرت مقالا بعنوان الإنترنت مرض العصر جاء فيه وضعت علمة النفس الأمريكية كيمبرلي يونج مصطلح إدمان الإنترنت وعرفته بأنه استخدام الشابكة أكثر من ثمان وثلاثين ساعة في الأسبوع الواحد وتشير الإحصاءات إلى أن حالات إدمان الإنترنت تتزايد باستمرار مما يؤثر سلبا على التواصل الاجتماعي والعلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة فمع توفر الإنترنت وسهولة الحصول عليه ودخوله ضيفا إلى أكثر البيوت بتنا نار التعلق الكبير بالهاتف الجوال والكبتار المحمول فأصبح استخدام الشابكة استخداما مرضيا تنتج منه مشاكل صحية وأضرار جسمانية ونفسية وللتخلص من الإدمان يمكن القيام بمجموعة من الخطوات منها تنظيم ساعات الأنترنت مع وطي خطة تخفيض كل يوم عشر دقائق إيجاد بديل عن الساعات التي تستهلك وقتا للإنترنت مثل نشاطات اجتماعية زيارات ولقاءات حضور دروس العلم الخروج في نزهة القيام بأعمال المنزل نزوم صلاة الجماعة في موعدها المحدد لها وقراءة القرآن عقب كل صلاة الانشغال بالقراءة والكتابة والهواية المفضلة القيام بأعمال قبل استخدام الشابكة وتحديد عمل يتوجب القيام به بعد الاستخدام تحديد مواعيد منتظمة والعمل على الرقابة الذاتية العمل على بث الإرادة والثقة بالنفس للتخلص من حالة الإدمان بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم دائما بكل خير نسودعكم بأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة